بعد الأزمة التي افتعلتها ميليشيات الحوثي في سوق المشتقات النفطية بمناطق سيدرتها ومنها محافظة الحديدة جعلت مئات المرضى المصابين بالفشل الكلوي يتتفقون إلى مركز الغسيل الكلوي بالمدينة الساحلية الخاضعة للميليشيات مهددين بموت محقق في ظل الوضع الصحي المتدهو في المحافظة نداءات استغاثة أطلقها ناشدون على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من قضاع التيار الكهربائي عن المركز جراء انتهاء الوقود المخصص لموالدات الطاقة الخاصة به وهو ناقوس خضر يضع هؤلاء المرضى في خانة موت حقيقي فالميليشيات الحوثية لم تلتزم بتورد ما يحتاجه المركز من مشتقات نفطية وتبيعها في أسواقها سوداء وقد شك القائمون على مركز القسيل الكلوي في الحديدة عن عدم قدرة المركز على استيعاب جميع المرضى المتوافدين عليه من سكان المدينة وضواحيها ومن مديريات محافظة الحديدة كافة وكانت إدارة المركز حذرت في وقت سابق من توقف العمل فيه بسبب قرب نفاد وقود المولدات الكهربائية الخاصة بالمركز وكشف مصدر في المركز أنه كان يتلقى إمدادات وقود من منظمتي اليونسيف والصحة العالمية لكنها توقفت فيما تمتنع السلطات المحلية الخاضعة لميليشيات الحوثي عن توفير ما يحتاجه المركز من الوقود مركز الغسيل الكلوي الكائن في مدينة العمال بالحديدة تلقى مؤخرا دعما من منظمات إنسانية ومن رجال أعمال يمنيين إلا أن أزمة الوقود التي يمر بها المركز مستمرة وتهدد بإيقاف عمله واستقبال مئات الحالات من مرضى الفشل الكلوي الذين يتوافدون عليه شهريا